اشتركوا في القناة المتواجدة برفقتنا في هذا الشهوط كما نشاهد ونتابع عبر شاشات غناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقايع هذا السباق التي ترصد لنا هذه الانطلاقات المميزة والانطلاقات الرائعة والشعارات المشاركة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي شكرا يا علي بوشار من يرصد لنا كل صغيرة وكبيرة من انطلاقات هذه الأشواط ومن تواجد هذه الشعارات إلى أول المراكز إلى أول المنطلقين أروا وتابعته فلح بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوية على المركز الأول ثاني المراكز تواجد وتقدم من غبة الشانية عبدالله بن محمد بن حمد البطين المركز الثالث مرحبا بغدوم تشريف وصلت تشريف عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري شقيق زمين من المعلق ينطلق شعارة على ثالث المراكز المركز الرابع وتابع العنود سالم بن ناطر بن سالم الاحتياط المري والمركز الخامس خامس التحديات شعارك يا بحجاب لكن ينحجب رغمنا عنها هذه انطلاق الشعار بحجاب بالفعل مع تواجد وتقدم وحش لحمد بن عبدالله بن راشد بن عبدالله بن قرح مع المركز الخامس هذا هو النداء للأسماء الخامسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشهوط مع الأسماء الكبيرة المنطلقة بدأت الأمور تختلط ببعضها البعض مع تواجد شعارات والأسماء الكبيرة نعود مجددا لنستجد لدامع أول المراكز لنتابع المقدمة والصدارة الشهنية عبدالله بن محمد بن حمد البطيت أبناء عجائب يلا روح يا البطيت أبناء عجائب يتابعونك وراغبونك ويراغبون انطلاقة الشهنية ويطالبون بسلام هذا الشهوط إلى المملكة العربية السعودية ولكن الأخوان الأخوان كل العادة العدة ومتواجد لأحظى بناموس هذا الشهوط المركز الثاني تواجد وتقدم ذيب علي بن حمد بن صالح الجرح بالمركز الثالث تواجد وتقدم من قبل تشريف عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري رابعا وتابع شعار بن نايفة مع تقدم الحذرة سلطان بن حمد بن طرحيب بن نايفة الهاجري والمركز الخامس التواجد والتقدم من قبل مزنة جر الله بن عبد الله بن سعيد البخيط على المركز الخامس هذه هي الأسماء الخمسة المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشهوط دائرة الخمسة الأسماء المنطلقة العودة مجددا إلى أول مراكز لنتابع أمور ومجريات هذا الشهوط خلف الخمس أسماء أسماء لم يحن موعد تواجدها بالنداء نتابعها على الكاتر الأسفل بهذه الانطلاقة المميزة نعود إلى البطين وإلى شعار البطين مع أول المراكز في تقدم الشانية عبد الله بن محمد بن حمد البطين على أول المراكز على أيضاً شعار يتواجد ويتربع على عرش هذا الشهوط مع انطلاقة الشانية المنطلقة كانطلاقة الشواهين الجارحة الشواهين المحلقة على أرضية هذا الميدان المركز الثاني تواجد الزيبة علي بن محمد بن صالح الجرحب مع المركز الثاني أبناء الشحانية يتابعونك يا أبن جرحب مع انطلاقة وتواجد الزيبة كوني ذيبة يذيبة قبل أن تلتمش الزياب المنطلقة في هذا الشهوط المركز الثالث وصلت لأول نداء الجازيس سعد بن سالم بن سعد الفيدة المري ووصل أيضاً شعار بن بخيت مع المركز الرابع وهناك قدوم شعار مميز انطلق مع الأسماء المتقدمة مع تقدم ووصول من تحمل رغم ستين وصلت آثار عاطف بن عطية بن حسن الغرشي يصل شعار مع آثار وكأن بها آثار مع المقدمة ومع الناموس بانطلاقتها ووصلت مع المركز الثالث يسلوم الجازي الجازي مع المركز الثالث ولكن آثار مع المركز الثاني المقدمة مع الشانية ومع البطين البطين يقدم لنا الشانية مع انطلاقة ناموس هذا الشهود ومع محانقة ناموس ولكن الغرشي خطير مع انطلاقة آثار مع المركز الثالث وهناك قدوم شعار الفيدة مع الجازي وانطلاقة المركز الثالث ولكن الناموس ما زال حاير حاير طاير ما بين الأسماء الله الشانية الشانية والجازي الجازي والشانية وآثار ما زالت شانية معانقة لناموس هذا الشهود ولكن الجازي الجازي الشانية الشانية الجازي شعار الخياري الغادم غادم مع المركز الثالث مع قدوم بروق بروق لاحت بيارق ناموس مع بروق وانطلقت بناموس هذا الشهود مع المركز الأول عبد الله بن زايد بن مصور بن سيف الخيرين هو من حضى بناموس هذا الشهود وانتزعت بروق لهذا الناموس المركز الثاني كان الوصول من غبل ثاني المراكز عباير لحمد بن طالب بن محمد بن شريم المري لمركز الثالث كان الوصول من غبل شانية عبد الله بن محمد بن محمد البطير وما قصر شانية مركز الرابع كان الغدوم من غبل آثار لعاطف بن عطية غرشة مركز الخامس وصلت على خمسة مراكز خجل لراشد بن طالب بمتعب بن شريم المري نذهب إلى التوقيت للحلط الوصول بروق إلى خط النهاية ست دقائق 29 ثانية جزء من الثانية تاني التبركات نزفوها لمالك بروق عبد الله بن زى الدوم من صور بن صينا وخيرية لمركز الثاني كان الوصول من غباير ست دقائق 29 ثانية 69 كزية وتاني التبركات لحمد بن طالب بن شريم المري لمركز الثالث كان الوصول من غبل الشانية ست دقائق 29 ثانية 85 كزية التبركات لمالك شانية عبدالله بن محمد بن حمد البطين المري